بعد ما كان انطلأ خلال الأشهر الماضية عم بتابع مسلسل بلحظة تصوير ما شاهده مع نخبة من أهم الممثلين والنجوم ليتم عرضه خلال الشهر رمضان المقبل ويستمر من بعده أما كاميرا أغاني أغاني فحضرت إلى كواليس المسلسل والتأت الفنين زياد برجي لهو أحد أبطال هالعمل فخبرنا أكثر عن دوره وعنعوته للدراما اللبناني بعد غياب المسلسل بلحظة انتاج السادة بروداكشن الإخراج لأستاذ أسامة حمد كتابة لنالين جابر البطولي لكارمن لبوس مجدي مشموشي فؤاد شرف الدين سينتيا خليفة نتاشا أسامي كتير موجودة وأنا معهم النص مميز جدا 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 تراجيديا كتير مستوية عالية كنت عم تفتش على هيدا النوع من النصوص لحتى أرجع للتراجيديا بشكل عام لأني بلشت فيها وبعدين التهيت بال لايت رومانس والكوميدي وهي فهو بيحقق طموحاتي كممثل هيدا لهاي الشخصية شخصية سيف اللي هي ابن عائلي أرستقراطية غنية كتير زعامي معينة بيهرب منه عيشتهم بيعيش بإسبانيا بيطر يجي عارس خيه وبيصير انفولفد بيزنس العائلي غسمن عنه من ورا ما وفاة خيه وبيه وبتخلق قصص بينه وبين الأم الديكتاتور اللي مسيطرة على الديني كلها واللي هي بتشبهه اللي هي كارمن لبوس كتير جوسي للاقيه بين سيفه وبين أمه في قصة حب راح أمه في قصة حب في قصة حب من طرف واحد وفي قصة حب تاني من الطرفين الممثل القدير فؤاد شرف الدين اللي عارف بشخصية الأب وكبير العيلة بأدواره كشف لنشرتنا عن دوره بهالعمل وعن أجوائه الصوير ويعتيك العافي كمان عا كل المجهود اللي عم تقوم فيه بمسلسل بلحظة خبرنا شوي عن أجوائه المسلسل وعن دورك بالتحديد ردتلي إياها تشلم لي بنوتتي أنا بنوتتي في المسلسل إيه بنوتتي في المسلسل فأنا ضيف المسلسل أنا كبير العيلي بس للأسف الشديد بفترة قصيرة بعمل حادث سيارة أنا وابني يعني ابني عم بيسوق ومستعجل بده يشوف حبيبته ومرته وإلى آخر هيل فبيعمل حادثي كتير كبير وبموت فيه لحتى يتابع من بعد زياد برجي يوم بعتقد لحيكون ما عم بقلك لحيكون له عالمي بفرقة بالتلفزيون وإن شاء الله قريبا بالسينما يعني السينما أنا سينماي فمنتحيز للسينما الممثلي كارمن لبوس اللي عم بتخوض السباق الرمضاني بأكتر من عمل شو خبرتنا عن دورة المميز والرئيسة بمسلسل بلحظة وعن رأيها بالفنين زياد برجي أنا بكون اسمي روبا بلحظة هي زبدك هي عمود العيلة هي متل زبدك عشير تق عشيرة يا كيف بيبقى بما أنه بغياب الدولة بغياب ضمان الصحي فبتلاقي دايما في الوجهاء تبع الضيعة هن مهتمين بكل أهالي الضيعة شو بدن شو نقصن فهن تقريبا معايشينن فهن بيكونوا أصحاب السلطة أصحاب النفوذ زمعي كمال يعني أنت معيك السلطة بإيدك فهن أصحاب السلطة بيها المنطقة هايدي فهي دور رئيسي يعني فينا نقول هي 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 العمود طبع المسلسل يعني هي لو ما منها ما في ما بيكون في أحداث بتصير يعني وهي لكل الوقت عم تشتغل لتضلة هاي العيلة موجودة مستمرة ومسيطرة على الأهالي واللي هي عم تعيش وما بدا في شي سير زحزحة أو أو شي يوقع من إيدها يعني يعني دور رح يكون شوي شرير كتير شرير أنا كتير سعيدة إنو رح نشتغل سوا رح يكون ابني أنا شفته بغلطة عمري وكتير حبيتوك حبيت العفوية اللي عندو إياها حبيت أهم شي قديش مسدق هي مش المهم بتكوني أول مرة عم تلعبي ولا ميت مرة عم تلعبي المهم قديش أنت بتكوني مسدق اللي عم تعامليه ومسدق اللي عم تقوليه هالقادة بتصيري قريبة للناس وهيدا زياد اللي عندو إياها هاي العفوية اللي عندو إياها هاي خلته يعني يلعب يعني يوصل لهيك يقطع شوط كتير كبير بالشغل لأنه يصير بمحل يعتبر ممثل ومثل جيد جدا يعني فأنا كتير كتير سعيدة إنه نحنا رح نشتغل سوا وفي هاي التناغم والعقدة إذا بدك بينه وبين أمه يعني الممثل مجدي مشموشي اللي عم يلعب شخصي مختلف بها العمل شو خبره عن اللوك الخاص اللي عم يعتمده دوري بالمستلسل هو خال للعائلة اللي هو أنا الخال خيالة كارم اللي بوس اللي بيتلقى أوامر بكل شي من عملياتي بيعملوه وبنفزها يمكن نداخله هو مش هيك هو رافض بس بس بنفس الوقت متورط بكل شي عم بيحسر بالعائلة حتى اللوك كمان عم مغير شوي عيونك مغيرين صرت أجنب عيونك أزرق هوله عيوني هوله عيوني بس بلونو هولي هول عيونه قديب يعني هوله عيون الشخصي اللي عم بالعبChris أنا جميعا أحب كل مسلسل أكون غير حدا غير واحد فهذا أديب هناك بفخة متشاك كان عصان اللي قبله كان فلان يعني لازم كل شخصية كون إلى شكله وإلى كاركتيره الممثل ويسام سعد اللي عرفت لتستنوات الأخيرة بشخصية أبو طلال رح يلعب ولا أول مرة دور وشخصية مختلفة كان خبرنا عنه أنا رايح بحدا كتير بعيد عن الكاركتير حتى بالبادي لانجودش حتى باللغة حتى باللهجة بأي شي وان بلوس فيك تزيد عليهم أنا طالع حدا بيقتل العالم وبحب نوعا ما الدم يعني الحب هيدا اللي رأسه كتير هيك مشاكل ومافيوزة شوي فالحمد لله فيتنوات إن شاء الله يحبه العالم وأكيد أنا يعني بيحترم وبحب أسام الحمد هو صديق من خمس سنين تقديم فبحب عينه بالإخراج وإن شاء الله نتوفق مع الصدى بروداكشن كمان مخرج العمل أسام الحمد خبرنا وخلال اللي قائنا معه عن أجواء التصوير وبعض كواليسه مسلسل بلحظة كتاب نادين جابر وهو مسلسل يعني بيحكي عن حالة مجتمعية نحن ممكن نعيشها اللي العلاقة بين العادات والقيام والأخلاق وكذا وهيكي بنفس الوقت هو من اسمه هو بينطلئ من مبدأ الحدث اللحزي اللي ممكن يصير شي لحزي بحياتك بس يأثر بكتير أشخاص بيكونوا حواليكي لأنه أنت مرتبطة فيهم بشكل أو بآخر مسلسل بلحظة بتبدأ في مجموعة من الأحداث اللي هي بتبلش موضوع التارات هاي الموضوع بيقرروا أنه العيلتين الكبار أنه لازم يكون محل هذا التار في شي له علاقة أو بولادة يعني زواج لحتى يوقف شلال الدم بالفعل بيجوزوا حدا بيطلع بيتقدم ضحية خليني يقول مواضيع التار هي بنت بعدها بأول طلعتها حابت تدرس تعمل جامعة بتعيش حياتها تكون شخصيتها بتصير ظروف كتير ضمن هاو العيلتين شاء القدر أنه حدا من ولاد هاي العيلتين بيكون هو ما عجبوا هاي البيئة كلها طب هو بيكون مسافر ببرة بيجي على العرس بتتشكل مشموع من اللحظات اللي بتغير حياتهم كلها بالتالي وبتحول بتصير الحدث تأثيره فعلي ومباشر بالشخص اللي موجودة حواليك وبالتالي مؤشرات الحسية بتختلف من شخص لآخر كتبة هالمسلسل ندين جابر تحدثت لنشرتنا عن بعض تفاصيله وعن رأيه بالممثلين المشاركين فيه أكيد محمست له هو موضوعه مش جديد يعني كل المواضيع أصلا اللي بتتناولوها المسلسلات ما في شي موضوع جديد لأنه هيدا الحياة فيها هيدا المواضيع بالزيت ما فينا نخترع شي مش موجود مسلسل بيشبهنا إلى حد ما بيشبه المجتمعات العربية من المجتمعات في لبنان في عيال شقنا ما بيننا بعض في طار بعيناتهم في قتل سو بيقرروا عائلتين يقرروا يجوزوا ابن عائلة لابنتها العائلة ليشوا مصاهرة ويمطل في قتل مسلسل بلحظة عمل درامي اجتماعي رح يغوص بعالم المافيا والصراعات العائلية مع نخبة من أهم الممثلين المخضرمين بعالم الدراما على أمل أنه يلاقي النجح والصدى اللي بيتوقعوا